السيطرة الروسية على 12 قرية في إقليم خاركياف الذي يضم مدينة خاركياف وهي الثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وهذه السيطرة تعتبر تقدما روسيا مهما في شمال شرق البلاد خاركياف كما نشاهد على الخريطة تبعد 30 كم عن الحدود الروسية حيث تقع منطقة بيلغورود الروسية في الجهة المقابلة من الحدود ومن هنا في هذه المنطقة كانت القوات الأوكرانية تستهدف بيلغورود ما دفع بالقوات الروسية إلى الرد والتقدم والسيطرة على 12 قرية أوكرانية حدودية كما ذكرنا وذلك بحسب الرواية الروسية مع هذه السيطرة تكون روسيا حصنت حدودها بهدف إنشاء منطقة عازلة كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الصين وبالرغم من أن بوتين أكد أن قواته لا تسعى للسيطرة على مدينة خاركياف يخشى كثيرون من شبح الدمار فهل تلجأ موسكو إلى تدمير خاركياف على غرار ما حصل في باخموت العام الماضي؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة